وأتمنى أن تكونوا دائما هكا لأنها طاقة جميلة يعني لا تستسلم أبدا دائما ترى الأشياء بطريقة يعني بطريقة كما لو كانت الحياة لعبة هكذا يراها عزيزي برج الجوزاء هم ناس يعني برج الجوزاء يعني عندهم واحد الطاقة عندهم دائما يعني ديما البهجة في قلبهم وفي الروح وفي الوجه وديما ديما يضحكوا شوفوا سبحان الله العظيم شوفوا أنا كنا نرى على البهجة والفرحة وانظروا القرد ماذا تقول سبحان الله أنا أتكلم والكرت تجيبوني كما لو أني أنا أتكلم والكرت تتكلموا معي في نفس الوقت ماذا قلت لكم عن برج الجوزاء لأنهم حتى في المراحل الصعبة شوفوا مراحل صعبة لكن هو دائما يكون يتفهم الوضع ويرضى بالوضع ولا يقاوم فلو يعني لا يقاوم يعني بحل ما هذا دائما كنقول لكم بحل مأدي الوضع كي يعني تدفق بسلاسة وبسلام وبراحة لا يقاوم ما في طريقه وماذا يحدث شوفوا الأفراح نواصل الكرد عجيب عجيبة عجيبة من جديد الله تتهي نفس الكرد عندكم أفراح في هذا غادي تفرحوا لي بزاف هاد العام إن شاء الله 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 غادي تفرحوا لي بزاف عزيزي برج الجوزاء ينتهي كل ما هو ما سبب لك الدموع وما سبب لك غادي غادي سيرحل سيرحل إن شاء الله هذا العام سيختفي كل ما سبب لك المعاناة والدموع والحذن سيختفي سيختفي لأن هناك بدايات عجيبة وجميلة ومفرحة وسعيدة سعيدة بزف يتبقى دائما هذه البهجة عزيزي برج الجوزاء الله عندكم جوج بدايات مهمتين هذا العام بدايتين في طرف يعني قد يكون في المجال ده بغادي نشرح لكم في المجال المادي والعملي وفي المجال العاطفي الله 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 هناك تغييرات مهمة 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 بزف تغييرات مهمة بمهمة بزف أعجيبة ما عندي ما نقول لكم عجيبة قراءات يعني قراءات واضحة واضحة وضحة الشمس التي قضينا حتى هذه أنت عزيزي برج الجوزاء هذا العام إن شاء الله هذا العام كما قلت أنت كل هذه الطاقة الإيجابية وطاقة الفرح والبهجة ستنمو ليس فقط ستنمو ستتضاعف لأنك أنت عزيزي برج الجوزاء أنتم ملك الإيجابية عندكم صفات رائعة إضافة إلى أنكم واثقون من أنفسكم كذلك لك عندك طاقة 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 البراءة براءة الأطفال أنت أو أنت أنت مثل طفلة لكن كبيرة طفلة كبيرة يعني ما زلت تحتفظين بهذا البراءة براءة الطفلة ديالك وخا 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 واحد جوج ثلاثة ربعة واو خمسة أستة وخا حزيزي برج الجوزاء أنت هذا العام ستكون ستفتح عقلك وخا عقلك منفتح ستبتسم قبل أن تفتح عينيك أرى إيجابية عالية وخا طاقة جميلة بزاف طاقة كذلك بريئة لأنك ترى الخير في الناس فيما يخص الحالة أرى هنا قبل ما نكمل أرى هنا تحسن تحسن يعني كل الأوضاع ديالك ستتحسن ستكون يعني أفضل وخا ستتحسن هناك تحسن ملحور وخا مهم تحسن كبير في حياتك المادية والعاطفية بجوج بهم وأنا قلت ذلك في البداية لأني أرى بداية من جهة وبداية أخرى من جهة أخرى وخا أنت عزيزي برج الجوزاء أراك ذكي ذكي وتعرف كيف تسير أمورك بطريقة عجيبة وخا أراك ذكي 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 بزف هذا العام 2020 وأنت عزيزي بفضل هذا الذكاء الجمل وبفضل هذه البراءة وهذه الإيجابية وهذه البهجة التي تميزك فأنت ستكون لك قدرة سحرية قدرة الساحرة أو الساحرة وخا لك قدرة تحويل الفحم إلى ذهب تحويل البنزين إلى عسل شوفوا ما في يدكم يعني هالطاقة القوية التي في يدك هذا العام حياتك ألخصها في كلمتين من جيد إلى عظيم يعني أنت غد تمشي من من أفضل لأفضل وأحسن وأحسن تفهمون يعني من جيد أن أرك يعني مزيان لكن أحوالك ستكون أفضل بكثير من جيد ربما هذا سيكون عنوان القراءة لعزيزي برج الجوزاء من جيد لأعظم حفظوا لي هاد الكلمتين أرجوك حياتك هذا العام 2020 ستكون من جيد وجيد كلمة جميلة جميلة وإيجاب يبزر إلى أعظم يعني أفضل بكثير من جيد وخا كتبوا لي هاد الكلمتين من جيد إلى أعظم أرجوكم وخا اعتبروها رسالة من إيمان وخا من أختكم إيمان في المجال المادي والمهاني البعض منكم عنده عمل أو في عمله أو في مشروع وبفضل هذا العمل سيجني أرباح طائلة وخا البعض الآخر سيندقل إلى عمل آخر أو سيقوم بمشروع آخر جديد وكذلك أرباحه ستكون عالية وخا هذا العام عزيزي برج الجوزاء تصعد سلم النجاح كان مهني أو دراسي أو في كل شيء هناك نجاح مهم جدا هذا العام وخا بحل السلم غادي تطلع غادي تطلع بطريقة سحرية هكا وخا يعني من جيد أنت يعني بحالة جيدة والحمد لله لابس عليك بأخير ما يعني الأحوال ديالك غادي تكون أفضل أفضل وأفضل فهمتوني إياك أراك متحمس وطموح ومنضبط في العمل لذلك هذا الصعود السريع وخا بالنسبة للعاطفة عزيزي برج الجوزاء أنت تعيش حب جميل هناك حب جميل هناك يعني بعض لن أركز في هذه الأشياء بل سأتكلم عن هذا الحب الذي أراه حب قوي قبل أن أنسى الطاقة التي أراها طاقة نارية 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 لأنها هي التي تهيمن برج الأسد الحمل والقوس وترابية كذلك ترابية عضراء نعم صور وجدي وهوائية المهيمنة هي النارية وخا لكن الهوائية والترابية كذلك موجودة وخا نارية المهيمنة أسد قوس وحمل ترابية عضراء جدي وصور وهوائية ميزان دل و ميزان دل و نسيت ميزان دل وجوزاء جوزاء بحالك أنتم وخا نواصل أنت تعيش علاقة حب مهما كان الحب كان الحبيب معك أو بعيد لكنها علاقة فمادم هناك حب الحبيب يحبك هذا ليس ما عندي الشك وخا لأن هذا تتكلم عن حب ليس فقط ليس حب عاد وغض نصف لكم هذا الحب الجميل لذلك هذه الفرحة التي دائما في قلبك وروحك لأنه توأمر روح حبيبتي وحبيبي لأنك تعيش علاقة حب مع توأمر روحك مهما كان بعيد أو قريب هذا حب قوي لكن 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 مع إنسان نرجسي شوية نرجسي يعني يحب نفسه كثيرا نارسيسيك عنده هذا الإيقو ديالو منتفخ وخا يعني الذات الأنا ديالو منتفخة أو مرتفعة لكن أنت عزيزي مهم جدا جدا في حياته صدقيني لكن هو لا يعرف ذلك لا غير ناضج وأراه هو هذا الحبيب النرجسي لماذا هو نرجسي هو في الحقيقة ضعيف ضعيف وليس لديه ثقة بالنفس وإنسان طيب هذا يجب أن تعرف رغم أنه نرجسي ويتصرف بطريقة غير ناضجة وطفولية وصبيانية هو قلبه قلب من ذهب هذا شخص نبيل قد يكون برجه ناري أو هوائي أو ترابي قلبه نبيل بزر هذا إنسان جميل لكنه غير ناضج عنده مشكلة النرجسي هي مشكلة لكن الناس تتغير هذا الحبيب يحتاج إليك يحتاج إليك وكثيرا لكنه ليس واعي بمشكلته هذا يعني سيبرفيسيال شوية مادي وسطحي يفكر فقط في الأشياء الدنياوية للأسف الشديد لكن ليس للأسف لا يجب أن نتأسف بالعكس هذا الحبيب تجربة هذا الحبيب درس درس لك ولنفسه كذلك وأنت كذلك نحن نتكلم عن تأمر روح وأخ أنت تكمله ويكمله لذلك هذا شوية التناقض أنا أراك أنت حبيبتي خاصة النساء في هذه القراءة النرجسي هو الرجل كنت أنت رجل أو مرأة من يستمع لهذا فالطاقة الذكرية هي النرجسية والطاقة الرحانية هي المرأة وخ أنت عزيزي برج الجوزاء إذا كنت يعني الجانب الرحاني هي المرأة إذا كنت مرأة جوزاء فأنت يعني رحانياتك أعلى لكن الحبيب سطحي شوي ومادي ودنياوي لذلك لكنه حبيبك حبيبك توأم الروح هذا العام عزيزي برج الجوزاء أنت غادي تربي هذا الحبيب ستقوم بتربيته هذا الحبيب النرجسي الذي يحب السيطرة لكن لكن أنت ستقول ستوب انتهينا وخا لماذا لأن هذه القصة نهايتها نهاية سعيدة أشوف كيف سيجي هذا كيجري هذه القصة حبيبتي قصة نهايتها سعيدة أراك سأتكلم عن خاتمة هذه القصة لأن الطاقة المهمة هي السعادة لماذا هذا السعادة لأن حياتك في الآخر ستكون جميلة نهاية سعيدة مليئة بالعصفير التي تغرد والنور وخا هذه هي وأنتم معا في نفس الطريق وخا هذه هي النهاية ديالكم نهاية سعيدة كما قلت نهاية سعيدة والطيور في التحلق والنهاية وردية والفراشات تحلق في السماء وتلون فضاءكم السعيد هذا ما سيحدث لك هذا العام وخا لكن لكي يحدث هذا هذا العام أنت أراك مش تتجهلين بل راضية بالقضر لا تقاومين يعني هذا الحبيب راضية بالقضر وخا أنت يعني أنت هكذا وخا أنا أرضى بالقضر أراك ذكية عزيزتي في معاملتك مع هذا الحبيب هذا ما أريد أن أوصله إليك هذا العام وخا أنت ستربي هذا الحبيب ستربي هذا الحبيب وخا بطريقة ذكية وحكيمة وخا رغم حبك الكبير أنت لن تهتمي بهذا الحبيب ربما الآن أنت الآن لا تهتمين بهذا الحبيب و ليس ناسي فأنت فأنت تحب فهوت وأمر روح لكن الآن أنت كيف نشرح لكم أنت الآن هذا الحبيب ليس محور حياتك وخا أنت نسيت أنه موجود فوق سطح الأرض لكنه موجود في قلبك وخا تفهمونني أرى أن ببرودة أعصاب وبذكاء كبير تتصرف مع هذا الحبيب لكي يتغير وينضج ويصبح لأن كما قلت الكلمتين حبيبتي لا تتكلم عن حياتك وكذلك عن هذا الحبيب لأن هذا الحبيب جزء مهم من حياتك من أفضل إلى عظيم ماذا قلت في البداية من أفضل إلى عظيم ياك أو من جيد إلى عظيم فهذا الحبيب كذلك هو جميل هذا الشخص جميل لكنه غير ناضج هو طيب 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 عنده قلبه قلب ديال قلب ديال يعني نبيل نبيل بزر قلب من ذهب لكنه صبياني شوية ونرجسي وعليه أنيا من ذجا روحيا وهذا ما سيحدث هذا العام بفضل ذكائك وحكمتك واخا ليس هناك لن تغير هذا الحبيب بالشجار وبالغضب وبالدبازل بل بالحكمة تتجاهله بطريقة بالفن غير بالفن كما كم قولوه في المغرب غير بالفن واخا بالفن يعني بحكمة تفهمون قراءة غريبة لكن فيها حب جميل جميل بزاف إذن إضافة إلى هذه الحكمة وهذا الذكاء أنت هذا العام تطلب من رب العالمين تطلب كثيرا من رب العالمين لأن يكون هذا الحبيب واعي بمشكلته وأراك قوي أراك قوية وقريبة من الله بزاف ترجمة نانسي قنقر